اشتركوا في القناة اعينت العديد من المشاريع التنموية بهذه المنطقة الحدودية على غرار مشروع حماية الولاية من الفيضانات ومشروع جلب المياه من منطقة تتزروفت بولاية بولج باج مختار لمدينة تين زواتين على مسافة 264 كم ومشروع اعادة تأهيل المركز الحدودي المختلط وكذا مشروع انجاز الشطر الاخير للطريق الوطني رقم واحد على طول 7 كم انطلاقا من النقطة الكيلومترية السفر بين الجزائر والنيجر ومشاريع حيوية اخرى كعرض لمشروع الالياف البصري العامل للدول الافريقية المجاورة ومشروع انجاز مستشفى بطاقة 60 سريرا بكل من تين زواتين وانجزام البرنامج يتضمن ايضا زيارته لمزرعة فلاحية بمنطقة ادخخخ والمنطقة السياحية ارديغ ورقاء مع عيان المنطقة وممثلية المجتمع المدني للاستماعين انشغلتهم في خطوة اولية لتجسيد برنامج الاصلاحات التي اقرتها الدولة اشرف وزير المالية ابراهيم جمال كسالي بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة على مراسم التبليغ وتسليم الاعتمادات المالية لسنة 2023 تحقيقا للاهداف المسطرة وقد اكد وزير المالية ان النظام الميزانياتي الجديد سيسمح بتسير اكثر شفافية ونجاعة وذلك من خلال الاصلاحات التي قامت بها وزاة المالية لدعم وتعزيز النظام كمراجعة قانون صفقات عمومية واستحداث قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف ارساء شفافية وفعالية اكثر في الاجراءات المتعلقة بالطلب العمومي وتحسين مناخ الاستثمار والتنويع موارد الخازنة العمومية سنة 2023 هي سنة تنفيذ الاصلاح لذا فإن وزارات المالية لم تدخر جهدا من أجل انجح هذا الاصلاح ذو النتاق الوطني والذي يرسخ مبادئ المالية العمومية المنصوص عليها في القانون العدوي رقم 1815 إن هذا النظام الميزانياتي الجديد سيسمح بتسير اكثر شفافية ونجاعة وذلك من خلال أيضا مختلف الاصلاحات التي قامت بها وزارة المالية لدام وتعزيز هذا النظام قاموا رجعت قانون السفقة الاممية واستهدات قانون الشركة بين القطاعين العام والخاص في نشاط البرلماني يعقد اليوم المجلس الشعبي الوطني جلسة عامة مخصصة لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة تخص قطاعات الطاقة والمناجم التعليم العالي والبحث العلمي السياحة والصناعة التقليدية الصحة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي استعدادا للحدث الرياضي القاري كأس الأمم الإفريقية للعبين المحليين وبغية توعية جميع وكل الفاعلين في الميدان بأهمية إنجاح هذا الموعد الهام بما يلق بسمعة الجزائر على المستوى الدولي بادرت إدعاة قسنطينا بتنظيم يوم مفتوح لهذا الغرض سعيد بالأس أيامنا قليلة تفصلنا عن احتضان الجزائر للتظاهر القارية الشعان أو كأس إفريقيا للمحليين في هذا الهطار وقصدة حضير الظروف المناسبة لإنجاح الجزائر لهذا العرس القاري بادرت إدعاة سرطة قسنطينا إلى تنظيم يوم مفتوح حول التظاهر الهدف من هذا اليوم المفتوح هو التأكيد على أن الإدعاة الجزائرية من قسنطينا جاهزة بالتمام والكمال لمرافقة هذا الحدث القاري الذي تحتضن مدينة قسنطينا جزءا منه يوم مفتوح بالشاركة مع إدعاة ستيف ميلا سكيكدا وجيجل إضافة إلى كذلك باتنا أم البواقي وخنشلا بما يخص مدرية النقل بصفتها طرف في لجنة تنظيم شان في مجموعة قسنطينا كأس فرقية للمحليين هناك برنامج خاص تم تستيره وخاصة لنقل الفرق تم تستيره بصفة نهائية لنقل الفرق أثناء التدريبات وأثناء المقابلات الرسمية مدينة سياحة المساهمة تحكي كل مرة في إيواء والخارجات الميدانية الخاصة بالوافدين إذاعت سرطة قسنطينا اعتمدت من خلال برنامجه المفتوح على التوعية للتحذير الجيد لإبراز المعالم السياحية والثقافية لعاصمة الشرق الجزائري نحن متواجدون بملعب الشهيد الحملوي بحلته الجديدة أشكر إذاعة تقسنطينا على هذه المبادرة وهي كذلك فيه مجهودات التي قامت بها ورفقتنا الإذاعة وكذا المؤسسة التليفزيون الجزائري بشرنا في العمل عندنا تقريب شهر ونصف 27 نوفمبر تذكر وبدأنا العمل بتسجيل المتطوعين للمناسبة وقيمة والستوديو في الهواء الطلق بملعب الشهيد الحملوي الذي اكتسى حلة جديدة تليق بسمعة الجزائر من ناحية الكراسي أو الأرضية الملعب أو الفستير أو رأي تحفى ملعب تحفى كبيرة وليفخرة للمدين قسنطينا نشير أن التحضيرات جارية على قدم وساق بمشاركة كل الفاعلين لإنجاح عرس الجزائر في إطار مكافحة الجريمة بشتى نواعها تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالدار البيضاء لتبع لأمن ولاية وهران من تفكيك شبكتين إجراميتين منظمتين في عمليتين متفرقتين متورطة في قضية ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية أصفرت العمل عن توقيف ستة أشخاص تطراح أمارهم ما بين 25 و45 سنة من دوي السوابق العدلية حجزوا كيلوغرام و764 غراما من الكيف المعالج و1693 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع 15 غراما من نوع المخدرات الصلبة كوكاين وميزان إلكتروني حجزوا مركبتين كانت تستعمل في نقل وترويج السموم دوليا وفي المغرب فضيحة أخرى تدوي في قطاع العدالة احتجاجات عارمة بالرباط بعد الخرقات التي طالت امتحان الأهلية لمزولة مهنة المحامات وما شبهها من تزوير وتلعب في نتائج الامتحانات الشيء الذي أكدته التنسيقية الوطنية للأساتدة حاملية شهادات العليا في خرجاتها الساخط إلى الشوارع منددة بالوضع المخزي خاصة بعد توجيه سؤال إلى وزير العدل المغربي من طرف نائب بالبرلمان اتهم فيه بتزوير النتائج والمحسوبية التي أجازت أبناء السياسيين والنفوذ على حساب الممتحنين البسطة وسط صنط متبق وتجاهل رهيب للنظام المخزني المتغول في فلسطين المحتلة استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني وأصيب اثنان أخران خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمخيم بلاطا شرقي مدينة نابلوس شمال الضفة الغربية المحتلة فيما تقل أحد عشر فلسطينيا خلال مدهمة قوات الاحتلال لمناطق متفرقة من الضفة هذا ويرتقب أن يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي اجتماع عن بحث القضية الفلسطينية عقب موجة التنديد الواسعة التي أثارها اقتحام وزير صهيوني لباحة المسجد الأقصى المبارك يحدث ذلك في وقت طالبت فيه السلطة الفلسطينية مجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة وضع حد للإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد الشد شعب الفلسطيني الأعزل والأماكني المقدسة مشاهدين إلى هنا نأتي إلى نهاية النشرة شكرا على كرم الإصواء والمتابعة برامجنا مستمرة في عمالب اشتركوا في القناة